أهلا بكم في قناتنا قناة الفن لكل جديد في عالم النزوم والمشاهير قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا تعرفوا معنا في هذا الفيديو على حياة الفنان الراحل ولد اشتهر بشوكة القناديلي الفنان السوري طلعت حمدي يعتبر الفنان القادير طلعت حمدي وجها أصيلا نجوه الدراما السورية تميز بالعنات في وجهات نظره الخاصة كانوا يحب التجريب وترق الأبواب في الفن بمجالاته المختلفة ومسيرته الطويلة تركت علامات بارزة في حياته الفنية اسمه بالكامل طلعت حمدي كاكا أو الأيوب حسب أصوله الكردية طلعت حمدي ومثل سوري من أصل كردي من موارد حيركن الدين بالعاصمة السورية دماشق في تاريخ سبتمبر عام 1941 أول مشاركته كانت في ثرقة النادي الشرقي والتي أسسها نهاد قلعي في العام 1958 وقدمت مسرحيتها الشهيرة ثمن الفرية في دمشق والقاهرة في زمن الوحدة انضم طلعت حمدي للمسرح القوي في دمشق والذي أسس في نهاية خمسينيات القرن الماضي إلى جانب عدد مؤسسي دراما سورية منهم عمر حجور في قصبعي وعد من بركات وذلك قبل أن يلتحق بالمسرح العسكري في ستينيات تعاون طلعت حمدي أيضا مع الفنان محمود جبر في عدد من المسرحيات وأخرج له حوالي عشر مسرحيات من أحط في الخارج والذي دام عرضها سبعين يوما اشتهر بدور شوكة القانديلي أحد أهم أدوار طلعت حمدي في مسلسل الشهير حمام القيشاني الذي استمر لخمسة أجزاء وبدأ إنتاجه التلفزيون السوري في العام 1994 إلى جانب الأجزاء الأربع من مسلسل حمام القيشاني شاركة طلعت حمدي في عشرات المسلسلات السورية فلاعب دور الصحابي الزبير من العوام في مسلسل الحسن والحسن في عام 2011 كما وشاركة في مسلسلات أسعاد الوراق ونزار قباني وأنشودة المبر كما واخرج طلعت حمدي عدد من المسلسلات السورية والتي أنتجها بنفسه منها مسلسل يشاري الهم في العام 2003 ليصل عدد المسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها إلى أكثر من سبري مسلسل سوري الفن طلعت حمدي في سن الشباب طلعت حمدي كان أيضا أول مثل سوري تقوم جاء حكومية برفع دعوة قضائية بحقه وذلك قبل عشرين عاما بعد إخراجه لمسلسل المكافأة والذي تناول فيه واقع المعلمين في سوريا وإهانتهم واتبارهم أرقاما في المجتمع غدرت حنان طلعت حمدي تماشق متجها إلى أحد الدول العربية وذلك بهدف العمل وبعد ساعة من وصوله إلى الأردن أصيب طلعت حمدي بنوبة قلبية ليرحل هناك عن عمر يناهز لإذن وسبعون عاما في العام 1999 استواه فنم إذاعة وسيطر على حواسي ومشاعره في تعين طلعت حمدي متججا في إذاعة دمشق فقط لملعدي من المسلسلات والصهرات الإذاعية تزوج طلعت حمدي بفترة قصيرة من نجمت سوريا الأولى الفنانة غاحلة سلوسعيد فشكلت محوظون أي قل نظيره في الحياة والمهنة وتزوج بعدها طلعت حمدي من السيدة إيمان هاشم ولديه من أربعة أولاد أحمد وهيب وحابا الوحيد الفنان طلعت حمدي مع زوجته إيمان هاشم ابنة الفنان طلعت حمدي مع قلبية زوجة الراحل طلعت حمدي مع أولاده ولد أبناء الفنان طلعت حمدي عن مهنة الفن فابن البكر أحمد حمدي عمل مخرجا كما وشارك وهو طفل بمسلسلة لوين في العام 1999 ومسلسل قضية تمام في العام 1994 أبناء الفنان طلعت حمدي مع ابنه البكر أحمد ابنه الثاني هابا الحمدي ومسل شاب وخريج المأحد العالي الفنان المسرحية بدأ مشواره الفن وهو في سن صغير صورة الفنان طلعت حمدي مع ابنه هابا حيث شارك هابا الى جانب والدي الراحل في مسلسل شاري الهام كما ظهر من خلال مسلسلة مرحينا من مخرج قدوس أثاني هابا الحمدي مع ابن الفنان أيمان رضا والمخرج وسيف رزق أما أول الأفلام السينمائية التي شارك فيها حمدي فيلم فدائي ومحطة النصر ومن أبرز أفلام حمدي أحلال المدينة في العام 1984 وهو الفيلم الذي يصنف ضمن أفضل مئة فيلم عربي في مهرجان دبي عام 2013 اشتك الفنان الراحل مما اسمه سقوط الأخلاق في الوسط الفني السوري وتحوله لمجموعة من الشليل التي تبعده وغيره من الفنانين عن الشاشة الصغيرة كلام طلعت حمدي جاء ضمن لقاء أمام جلد جوهين في العام 2006 واتهم خلال اللقاء الفنان الراحل خالد تاج بن كران الجميل واعتبر حمدي أنه مد يد العون لتاج في أثناء أزمة ابتعادية عن العمل وتنكر له تاج لاحقا حلاقة طويلة جمعت بين الفنانين إذ ينحدر كلاهما من حي ركن الدين في سوريا وجمع القدر بين الفنانين حمدي وتاج مجددا إذ دوفي في العام 2012 ودوفينا في دماغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة